يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين الأزل والأبدي والأزل في الماضي والأبدي في المستقبل هذا الفرق بينهم الأزل في الماضي الذي لا حدَّ له ولا بداية له والأبدي في المستقبل الذي لا نهاية له وهل يجوز أن نقول إن أسماء الله وصفاته أزلية أبدية كذاته أسماؤه كذاته نعم أجلية أبدية نعم